الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا في استعراضنا لعدد من الآيات الكونية في القرآن الكريم ولازلنا في صورة البقرة وذكرنا في حلقة سابقة أن أكثر من ثلث مجموع آيات صورة البقرة هو خطاب لبني إسرائيل ليس تعظيما لهم ولا تعظيما لشأنهم ولكن تحذيرا للبشرية كلها من أخطارهم ومن مؤامراتهم ومن نفسيتهم السيئة وقلنا أن بني إسرائيل ليسوا ذرية واحدة واليهود ليسوا طائفة واحدة ولكن هي حالة نفسية يصفها القرآن الكريم في آيات كثيرة حالة الاستعلاء على الخلق والتجبر عليهم والانطواء على الذات والشعور الكاذب بالعلوة على غيرهم من الأمم وغيرهم من العراق وهذا ينتاب أي إنسان من أي عرق من العراق ومن أي لغة من اللغات لذلك لعنهم القرآن الكريم في عشرات من الآيات امتدحهم في بعض الآيات حينما كانوا هم أمة التوحيد الوحيدة على وجه الأرض ولكن الذين ارتدوا منهم كثرة كاثرة غالبة للغاية لأنهم لم يعتبروا بالعديد من الآيات التي أشهدهم ربنا تبارك وتعالى عليها آية انفلاق البحر وعبورهم بأمان وعراق فرعون ضرب الأرض فتنشق أو انشقت اثنى عشر عينا ارسال المن والسلوى لهم وهم في حالة من التيه وتأتي هنا معجزة أخرى يقول فيها ربنا تبارك وتعالى مخاطبا هذه العقلية الكاذبة الفاجرة المستعلية المغرورة المليئة بالاستعلاء على الخلق يقول لهم ربنا تبارك وتعالى واذ أخذنا مفاقكم ورفعنا فوقكم الطورة خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبث فقلنا لهم كونوا قرادة خاسئين هذه الآيات تؤكد على عدد من الحقائق التاريخية منها أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق من بني إسرائيل أن يلتزموا بما أنزل عليهم في الطورة والتي ضيعوها وحرفوها وزبروها وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن الله الذي أنزل صعف إبراهيم وأنزل الطورة وأنزل الزبور وأنزل الإنجيل وأنزل القرآن الكريم لم ينزل كتابا اسمه العهد القديم لم ينزل كتابا اسمه العهد الجديد لم ينزل كتابا اسمه التلموت لم ينزل كتابا اسمه كتاب بوذا هذه كلها صناعة بشرية يعني لا علاقة لها بوحي السماء وإن تحدثت عن وحي السماء اليهود أخذ عليهم الوثاق أن يعبدوا الله لا إله غيره أن يوحدوا الله توحيدا كاملا ولكنهم انحرفوا عن هذا المنهج وعبدوا عزيرا أو أشركوا بعبادة عزير وقالوا عزير ربض الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ويقول لهم ربنا تبارك وتعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور جبل الطور هو جبل المناجاه وهو جبل موجود في جزيرة سيناء وكلمة الطور كلمة عربية تصف الجبل المكسو بالقدرة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة يعني خذوا الطورات وما جاء فيها من تعليمات بدقة شديدة لعلكم تتقون لعل أن يكون في هذا تربية لأرواحكم وعقولكم ونفوسكم فتستقيموا على عهد الله ثم توليتم من بعد ذلك ثم أدرتم ظهوركم لهذه الهداية الربانية فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين أن الله سبحانه وتعالى يعني يعفو عن كثير ويعطي الفرصة لعباده المرة تلو المرة ولكن العباد كثيرا ما يبالغون في كفرهم وعنادهم وتنطعهم ويذكرهم بموقف وقفوه وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ في السبثي فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين سؤل الرسول صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله فقال إن الله لم يهلق قوما أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبة وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك والعلم الآن يؤكد لنا على أن خلق القردة والخنازير كان سابقا لخلق الإنسان بملايين السنين ومن معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يذكر هذه الحقيقة وهو النبي الأمي فيقول صلى الله عليه وسلم وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك وعن ابن مسعود يقول سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي من نسل اليهود فقال لا إن الله لم يلعن قوما قط فيمسخهم وكان لهم نسل ولكن هذا خلق كان فلما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم وفي رواية كثيرة يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخلق الذين يمسخون لا يعمرون يعيشوا أيام قليلة ثم يموتون وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وقضية الاعدداء في السبت قضية ذكرها القرآن الكريم في مقام آخر أن اليهود كانوا يعظمون يوم السبت ويحرمون العمل فيه وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليهم أن يختبر إيمانهم فجعل الأسماك تأتي إلى شواطئهم في يوم السبت بعداد كبيرة جدا وهم حرموا على أنفسهم العمل في يوم السبت فكانوا يحوطون هذه الأسماك بشيء من الحواجز الرملية ثم يصطادونها في اليوم التالي فكأنهم يتحايلون على هذا الاختبار الإله لهم فعقبهم ربنا تبارك وتعالى ومسقهم خرداً وخنازياً طبعاً المسق عملية لم يعيشها الناس ولذلك أنكرها كثير من الماديين والدهريين في زماننا لكننا نحن معشراً مسلمين نؤمن بأن الله تعالى الذي خلق الخلق بعلمه وحكمته وقدرته قادر على أن يمسخ أي خلق إلى خلق آخر وهذا من طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق فنحن نؤمن بعملية المسخ ونقول أن من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ينفي أن يكون القردة والخنازير الحالية هي من سلالات الذين مسخوا على زمن موسى عليه وسلم هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم لأنه قال ذلك خلق كان وهذا يؤكد على هذا المكتشف العلمي الدقيق أن الله تعالى خلق القردة والخنازير قبل خلق الإنسان بملايين من السنين وربما كانت هذه الواقعة هي سبب في الادعاء الكاذب الذي عممه الغربيون ونزغ به الشيطان في قلوب ونفوس الكثير من العباد بأن الإنسان أصله قرد وأصله من سلالة هذه الحيوانات والقرآن الكريم يؤكد لنا على أن الله تعالى خلق آدم خلقا خاصا فقال عز من قائل الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فأتى بنوا آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأبيض والأسود وما بين ذلك والخبيث والطيب والسهل والحزن ونحن كمسلمين ننفي فكرة علاقة الإنسان بسلسلة الحيوان من قبله نفيا قاطعا لأن لدينا بيانا من الخالق سبحانه وتعالى ومن خاتم أنبيائه ورسله ولا يمكن أن نترك بيان الخالق لحديث المخلوقين لذلك نقول أن عملية مسخ كفار بني إسرائيل إلى قرده وخنزير كانت عملية مؤقتة وعقاب لمجموعة كافرة من هذه السلالة النجسة عقبها ربنا تبارك وتعالى والعقاب كان آنيا في وقته والذين يمسخون لا يعمرون ماتوا بعد فترة قليلة ثلاثة أيام إلى أسبوع هلكوا جميعا ولا يمكن أن نربط القرده والخنزير الحاليين بالمسخ الذي حدث لبني إسرائيل هذه واقع حتى يصدق كل مسلم وكل مسلمة بحقيقة الخلق الخاص الذي كرمنا به ربنا تبارك وتعالى فخلق آدم عليه السلام بيديه ونفغ فيه من روحه وعلمه من علمه وأسجد له الملائكة وأدخله جنته ثم أورثه الأرض واستخلافه فيها من هنا نقول أن لا يجزل خلط بين بعض الأحداث التاريخية المؤقتة وبين حقائق الوجود التي أكدها لنا ربنا تبارك وتعالى ومن أبرزها وأهمها وأرواعها قصة خلق أبوين آدم وحواء من أصل واحد وفي وقت واحد وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ومستمرا معكم إن شاء الله في حلقات قادمة لشرح هذه الإشارات الكونية في كتاب الله وإلى أن نلتقي مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته